طالبي يا كابتن ودي نقطة كنت عايز اتكلم فيها مدرب متخب التونسي جديد طالبي بعد المباراة طلع انت موقفك ايه فقالي ان انا كان عندي اتفاق مع اتحاد الجماعة التونسية انه اذا لم اتأهل الى نصف النهائي فيعتبر ان انا عقدي منتهي هنا دي مهمة جدا بقى هل النهار ده انا ربطت روي فيتوريا باهداف ولا انا جايبه تلت شرشة تجزاف اي وقت يمشي لا انا ربطت بمميزات بالزبط بس ما ما ربطتوش باهداف انا ربطت بمميزات ما حطتوش تحت دهولت خدت مش عارف مركز فين خدت كاس اقول لك بقى على مصيبة اقول لك على مصيبة فعلا يعني تصريح خرج كابتن حازم امني منها كل احترام ولكن كان تصريح غير موافق الحقيقة لما طلع بعد التعاقد مع روي فيتوريا وبيشرح تفاصيل التعاقد وسئل عن بطولة الامم الافريقية وان احنا ان شاء الله هنتأهل كابتن حازم امام طبعا ولكن اذا لم نفس بالبطولة او لم نصل للسيمي فاينال بيقول لك لا عادي وكده كده مكمل العادي بتاعه لان الهدف الاساسي 2026 هدف اساسي احنا بتتكلم في تسع فرق فافريقيا بتتكلم ودو مص وبتتكلم في المجموعة بتلاعب جيبوتي بتلاعب سيريليون اقوى فرق معاك في المجموعة بركي نفس وانت بتتكلم في ايه ازاي مصر ما تصعدش كاس عالم الهدف الاساسي النهاردة كان مفروض يكون كاسر امم الافريقية في ظل المستوى اللي انت شايفه ومنتخابات الافريقية في ظل اللي انت بتتلعب وصد كوديفور والمغرب والسنغال ونجيريا بطولة الفترة انت لعب وصد منتخابات اقوى من كده بكتير لان نجيريا وكوديفور والمغرب والكاميرون والسنغال وصدنا فاينال وكان ادعنا افضل من كده فالنهاردة لما لعب موزنبيك ولعب كاب فردي وابقى بلعب في دقيقة 95 يخش فيها جن من كاب فردي وعمل بص النحى التانية يا غانا عاملة ايه ده الحمد لله موزنبيك منحيتنا التأهل موزنبيك جنج ازاي بالضبط يعني كل حاجة ماشي معاه فازاي نهاردة مربوطش الراجل ده باهداف حقيقية على الارض اذا لم يحققها اخصم من المستحقات المستحقات بتاعته على الال اذا لم يحققها وكان النتيجة سلبية اكتر مما حد يتصور الراجل يمشي